ننشر لكم بالتفاصيل السيسي يرعب اردوغان وبيان عاجل جدا من القوات المسلحة المصرية لكل المواطنين واول تحرك عاجل من وزير الداخلية المصرية بعد الكارثة التي حدست وننشر لحضراتكم تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالمشير خليفة حفتر لوضع خطة على ارض ليبيا وخبر عاجل من الحكومة المصرية صار لكل المواطنين عن اكثر منطقة ثراء في مصر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائي متابعين قناة مصر ميديا اي اي بي قبل ما نبدأ في السريع على الاخبار وتفاصيلها المهمين جدا معنا النهاردة متنسوش تضغطوا على زرار اللايك اسفل الفيديو الضغط على زرار الاشتراك الاحمر مهم جدا واللي بيحب الرئيس السيسي وبيحب مصر وبيحب بلده يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل اكتر من 300 تعليق مكتوب في يوم تحيا مصر انتو رجالة وبتحبوا بلدكم عاوزين نشوف الرجالة اللي بتحب بلدها وبتكتب تحيا مصر في التعليقات تحت وتعالوا نشوف تفاصيل اول خبر مهم جدا معنا ننشر لكم بالتفاصيل السيسي يرعب اردوغان اكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يرعب الرئيس التركي اردوغان بسياسة الثليق والثبات قال عامر من يتأمل المشهد جيدا سيجد ان الرئيس السيسي يتبع خطة استراتيجية لتفكيك اعصاب اردوغان وادخله بوطقة القلق والرعب المستمر بسياسة الثليق وادارة شؤون البلاب بصورة طبيعية على كافة الاصعضة كأن مناوشات التركي المختل لا تعني شيئا وان هزيمته محسومة لدرجة ان وزير الشباب والرياضة يقوم في هذا التوقيت بتوزيع دراجات على الشباب وكأنها رسالة سخرية لاردوغان مفادها ان مناوشاتك الحمقاء لم تمنعنا من توزيع دراجات الى قرار عودة النشاط الرياضي في الماضي الرئيس يرسل رسائل استراتيجية قاتلة للاتراك فالثقة وادارة امور الوطن بصورة طبيعية يصيب العدو العثماني بالارتباك والقلق واشار عامر الى ان الرئيس في نفس الوقت يبعث رسائر رعب لاردوغان بالمناورات الحربية التي اقيمت في الماضي ورسالته في سيدي براني عندما قال لقوات المسلحة في كلمته كونوا جاهزين لعمل اي عملية داخل مصر وخارج حدودها واشدد عامر على ان الرئيس يحاصر اردوغان معنويا وعصبيا وعسكريا من البداية في ظل تصريحاته التي يشع منها بريق الثقة والقوة دائما واهتزازه حينما يتناقض ويقول نريد اليوم ان نصالح مصر وبعدها يخرج ويهدد مصر وقال البرلماني لا تخشو من اي ملف شائك فلدينا زعيم يملك زمام الامور ويدرك ابعاد وتفاصيل لعبة الرئيس التركي المهزوز ويملك حلول لسد النهضة ولكن اسرار الدولة ليست مشاعا هنا في كل بساطة نلاقي ان البرلماني محمد فرج عامر بيوضح للمصريين ان الرئيس سيسي قادر على انه يهز اردوغان اللي اصلا مهزوز فيعني ان الرئيس سيسي يمشي الدنيا بطريقة طبيعية وخصوصا في عز الازمة اللي احنا فيها ده بيبعت رسائل غير مباشرة لاردوغان ان احنا دولة ما يهمناش اللي تركيا بتعمله والتناقض اللي هي بتعمله ان مرة عاوزين نصالح مصر ومرة بنهدد مصر ومرة نقول على جيش مصر عظيم ومرة نقلل من جيش مصر فهنا السيسي يوجه رسالة لاردوغان ان لو دخلت حرب هزمتك محسومة منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام جدا خبر ده في منتهاء الاهمية رأيكم مهم في التعليقات تحت وتعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معنا وبيان عاجل جدا من القوات المسلحة المصرية لكل المواطنين ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل هذا الخبر ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زرار اللايك أسفل الفيديو وزرار الاشتراك الأحمر عشان يوصلك منا كل جديد إن شاء الله ناقش وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زاكي الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمنة القومية المصري في شرق المتوسط وقال اللواء أركانحر بطارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا إن هذا البحث يأتي في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية في المنطقة مؤكدا على الدور الرئيسي الذي تقوم به قوات المسلحة المصرية في مجابهة العداء والتحديات التي تواجه الأمنة القومية المصري وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية في منطقة شرق المتوسط ويشتعل الصراع بين مصر وكبرس واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط حيث اتهمت مصر السلطات التركية بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر في المتوسط على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرس للتنقيب عن الغاز هناك وتنفيذ تركيا منزو مايو 2019 أعمال التنقيب عن الغاز بإذن من جمهورية شمال قبرس التركية غير معترف بها دوليا في مياه بشرق المتوسط تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرس المعترف بها دوليا مصدر كان من RT هذا البيان من قوات المسلحة المصرية وهذه التصريحات وهذا يعني البحث الذي تم تقديمه يعني يقدم بعض التوصيات والآليات المقترحة للتحرقات المصرية لتأمين المصالح المصرية في البحر المتوسط وأرضو دي رسالة قوية لأردغان إن الجيش المصري صاحي وهيتصدى لأي محاولات يعني يعدي فيها أردغان الخط الأحمر تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وأول تحرك عاجل من وزير الداخلية المصرية بعد الكارثة التي حدثت قال مصدر أمني لوسائل إعلام المصرية إن وزير الداخلية محمود توفيق تفقد منطقة سجون تورا فور إبلاغ بمحاولة الهروب الفاشلة وأضاف المصدر أن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين مشيدا بالجهود التي بذلتها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء وأوضح المصدر أن وزير الداخلية مأن على المصابين المحتجزين في أحد المستشفيات التابعة لقوات المسلحة وكلف الوزير برافع تقرير عاجل عن الواقع التي أسفرت عن مصرع ضابطين وشرطي وإصابة ضابط آخر ومجند ومقتل أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام وأضاف المصدر أن التحقيق سوف يشمل مراجعة إجراءات التأمين في منطقة السجون عامة وكذلك وسائل التأمين في عنبر الإعدام وأصفرت الواقع عن استشهاد ضابطي الشرطة عمر عبد المنعم ومحمد عفد إضافة إلى فرد بلوكامين وخفير تأمين وكان مصدر أمني صرح بأن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم أثناء محاولة الهروب من سجن تورة والمحكومون الأربعة هم السيد السيد عطى محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين مصدر كامل وسائل إعلام مصرية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل من RT عبنا يرحم يا رب شهداء الوطن من الشرطة ويجعلهم من أهل الجنة يا رب تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معنا ننشر لحضراتكم تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالمشير خليفة حفتر لوضع خطة على أرض ليبيا أعلن بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش تطورات الوضع في ليبيا مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وأوضح المتحدث أن اللقاء عقد في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتقويد التدخلات الخارجية ورحب الرئيس المصري في بداية اللقاء بالقادة الليبيين مؤكدا على موقف مصر السابت من دعم مصاري الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية وقد اطلع السيسي خلال اللقاء عن المسؤولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة كما اطلع على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل كما أثنى الرئيس المصري على الجهود والتحركات التي قام بها عقيل صالح لدعم المصارى السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا كما ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار داعيا كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مصارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وإعلان قاهرة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتمية وأوضح المتحدث الرسمي بأن المسؤولين الليبيين أعربا عن تقديرهما الكبير للدول المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس السيسي في تسبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته فضلا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي مصدر كان من RT؟ تازر رأي حضركم في التعليقات تحت أسفل الفيديو عن هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبر عاجل من الحكومة المصرية صار لكل المواطنين عن أكثر منطقة صراء في مصر وصف مجلس الوزراء المصري منطقة المسلث الذهبي بأبو ترطور في قنة إحدى أكثر المناطق الاقتصادية ثراء من حيث نسبة المصادر التعدينية في مصر وقال في تقرير معلوماتي نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المثلث ثري بالمعادن الفلزية واللافلزية وأشار إلى وجود معادن الحديد والنحاس والذهب والفسفات في المسلث الذهبي مشيرا إلى أنه يحوي 75% من المصادر التعدينية لمصر كلها والنسبة الأكبر من احتياطات الفسفات في مصر وأشدد على أن المعادن الموجودة بالمثلث تجعله يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في تشييد العديد من المصانع الجديدة في مختلف المجالات وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوري بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ونصت المادة الأولى من القرارة الجمهورية الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد في عدد صدراء خلال عام 2017 على أنه تعتبر منطقة اقتصادية خاصة وفقا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها الأراضي الواقعة في منطقة المسلث الذهبي القصير وسفاجة وقنى فقط بمساحة قدرها 2.28.754 فدان وذلك دون المساسب الملكية تقائمة داخل تلك المساحة مصدر من وسائل إعلام مصرية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصري ميديا إن شاء الله خليكم يعني مفعالين زرار اللايك وزرار الاشتراك الأحمر عشان يجيلكم كل جديد إن شاء الله أهم الأخبار العاجلة على مدار الـ 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر